من الجارة الشرقية إيران إلى مدن العراق بعبارة معهودة سمعها سكان المدن الشمالية والغربية عندما كانت تدك منازلهم بالقنابل تقال الآن لكن عند تفجير الحرس الثوري الإيراني لسدود ترابية لترسل سيولا عارمة إلى المدن العراقية فتغرقها بالمياه بعدما اجتاحت الفيضانات عدة مدن إيرانية تصرف الحرس الثوري يعكس نفسا إيرانيا تجاه العراق فإيران حبست المياه عن مدن الجنوب خلال فصل الصيف ما تسبب بموجة جفاف أضرت البشر والحجر ثم تزيل سدودا في الشتاء لتخفف من أزمتها بإغراق مناطق كاملة في العراق والعراق أيضا لديه ما يكفيه من أزمة السيول التي اجتاحت المحافظات من الشمال حتى الجنوب ففاضت في زاخو وأخذت معها جسورا في الموصل وأجبرت سكان قرى في صلاح الدين على إخلائها حتى باتت تهدد بغداد ثم وصلت إلى مدن وسط وجنوب العراق فتسببت بأزمات متفاقمة تعالت أصوات التحذير من خطورتها خصوصا في ميسان المعرضة لارتفاع مناسيب المياه بشكل كبير في مناطق الأهوار ما دفع مجلس المحافظة لإخلاء السكان في المناطق القريبة من نهر دجلة تهديد المياه وصل إلى البصرة فحذر خبراء مائيون من أن المحافظة هي أكثر المناطق تعرضا لخطر الغرق بسبب الموجات الفيضانية المتتابعة كما أن الجسور العائمة ليس بمقدورها الصمودة أمام قوة السيول هذا فضلا عن ترد البنية التحتية وإهمال حكومي واضح للكارثة الوشيكة خبراء المياه أكدوا انعدام أي استراتيجية حكومية واضحة لإدارة أزمة المياه لا سيما مع تعظم التأثير على السدود خصوصا سد الموصل مع زيادة الإطلاقات المائية التي تسببت بإطلاف آلاف الأراضي الزراعية بحسب ما كشفت عنه الجمعيات الفلاحية التعاونية هذا العراق ذو الثروة النفطية الهائلة يغرق ببضع زخات من المطر بالرغم من ميزانيات مليارية تتابعت على إقرارها الحكومات المتعاقبة لم تغير من حال مدن العراق التي تغرق شتاءا وتضمأ صيفا وكأن البؤس دخلها مذحتا لها الأمريكيون